موسيقى ببلوك نوتس اليوم مشاهدينا رح نتعرف أكثر على المؤتمر السنوي للجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية بالدورة الرابعة هالحدث طبي المنتظر رح نتعرف على كل تفاصيله مع ضيفنا برحب الدكتور حسان الحسيني أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيكي شرفتنا حضرتك رئيس اسم علاج الجلطات الدماغية بمستشفى موندور بجامعة باريس وحضرتك موجود بلبنان مثل كثير من المتخصصين من لبنان وفرنسا حتى يتبيضلوا خبراتهم حول أبرز التطورات والمواضيع الطبية هالحدث رح يصير بخمسة تموز بكرة نهار الجمعة كل نهار بفندق هيلتون ميتروبوليتون صحيح قبل ما نتعرف على تفاصيل هالحدث بدنا نتعرف أكثر على الجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية بعرف أنه تأسسي طعام 1989 شو أهدف كونوا بي شو بتهتموا بالزبط الجمعية تأسسي طعام 1989 كانت الأوضاع بلبنان حرجة شوي صارت أحسن إن شاء الله ودل أحسن بالتسعة وثمانين أن الأطباء اللي من أصل لبنان ويحبوا لبنان إن كانوا لبنانية ولا فرنسية اجتمعوا بباريس لتكون هالجمعية موجودة وعندنا كثير أشغال وأعمال وهدفه هو أهم شيء توصيق العلاقات بين لبنان وفرنسا على صعيد الطب على صعيد الجامعي الأكاديمي على صعيد التطبيب وتغير كذا مرة المكتب الجامعية بس الهدف بيدله نفسه ذاته ما في سياسة بالجامعية بالطب ولا بالطب أهم شيء الطب وهدفنا هو تبادل مش تبادل المعلومات والخبرات بين فرنسا ولبنان في 3000 طبيب بفرنسا من أصل لبناني الموجودين بالجامعية ما بس أطباء من أصل لبناني يمكن أكبر جاي من الأطباء بأي دولة حول العالم طبعا أمريكا الشمالية كان كندا ولا أمريكا بس بفرنسا في كتير أطباء من أصل لبناني ما فيه ولا مستشفى مثلا بفرنسا إلا ما تلاقي فيه أطباء لبنانيين أو من أصل لبنانيين يعني إذا بيأخذ المسألة المستشفى عندي الجامعي في 30 طبيب من أصل لبناني يشتغلوا معنا بنفس المستشفى بالقصة ما عندي فيه خمس أطباء لبنانيين ومن عام 89 عملكم مستمر مش بس بلبنان كمان بفرنسا بفرنسا لحنا عملنا أكتر شيء بفرنسا لأن الأطباء الموجودين بيشتغلوا بفرنسا عنا اجتماعات دورية ومن أربع سنين قررنا نعمل المؤتمر السنوي بالصيف حول العيد الوطني الفرنسي 14 جوية بلبنان يعني عنا مؤتمرين كتير مهمين واحد بالصيف ببيروت والتاني بديسمبر ومنعملوا بيونسكو ببريس ومندعي فيه الزملاء اللبنانيين اللي يجوا من شان يكون فيه تبادل بالتجارب والمعرفة الطبية المؤتمر السنوي للجامعية الطبية الفرنسية اللبنانية هدفه الأساسي هو تبادل الخبرات بين هال الرقم الكتير الكبير 3000 طبيب من أصل لبناني فرنسي والأطباء في لبنان أكيد لأن ما لح نجي لحنا نعمل درس لحنا هون بلبنان يعني لبنان بيستورد علم بس بي بيصدر نعم نصدر أدمغة صحيح بيصدر أدمغة والهدف هو أنه شو صار في شي جديد خلال هالسنة بكل الحقول الطبية الجراحية البيولوجية من شان يكون فيه تبادل إراء يعني بكرة لحيكون بالمؤتمر فيه مئة محاضر تقريبا مئة محاضر لبناني بين أطباء جايين من فرنسا وأطباء موجودين هم بلبنان بين لبنانيين وفرنساويين ليكون كل واحد يعطي خبرته وتجربته إن كان بفرنسا بالنسبة أو بلبنان ضروري نذكر دكتور حسيني أنه الحدث برعاية مشتركة بين الرئيس الفرنسي والرئيس اللبناني وهذه رابع سنة دائما يكون تحت رعاية الرئيس اللبناني العماد سليمان والرئيس الفرنسي كان ساركوزي أول مرتين وهلأ الرئيس فرانسوا هولند تحت رعايته لحيكون هالمؤتمر هذا ليأكد ديش العلاقات حميمة بين البلدين هذه على كل من أهداف كمان هالمؤتمر أنه تأول علاقات بين الأطباء الفرنسيين والأطباء اللبنانيين بدنا نحكي عن محاور المؤتمر ليش بس نهار واحد هل بيكفي نهار واحد لطرح كل هالمواضيع يعني ما بدي ركز كتير على الأوضاع الشوي صعبة اللي عم تمروا فيها المنطقة ككل ولبنان كخصوص صحيح وبدنا نهنيكن أنه مستمر هالحدث يعني اتحديته الظروف يعني من أربع سنين كان الوضع رائع ومئات الأطباء الزملاء الفرنسيويين إجوا معنا بس شفنا السنة الماضية كان الوضع شوي حرج في كتير عتذروا وفي كتير حبوا يجوا يقولوا أنه لو فيه أوضاع حرجي لحنا يمكن الوزارة بتقلنا فيه خطر عليكم أن نكون تجوا على لبنان بس لحنا ما أحسن من ملايين العالم العايشي هون بالمنطقة ولازم نشارك بالمؤتمر وكتير من الزملائنا الفرنسيوين ونتشكرهم يعني أنه قبلوا يجوا معنا ويشاركوا بأعمال المؤتمر خبرنا عن المواضيع اللي اخترتوا أو المحاور نهارك من بيضة 10 الصباح؟ من 9 الصباح 9 الصباح للإفتاحية ويكون لكل اختصاص ندوي في تقريبا كل اختصاصات موجودين كانت طبية ولا جراحية باللغة الفرنسية دكتور حسيني نحاول بما أنه الأسوسياشيون ميديكال فرنكو ليبانيز أنه يكون فرنكوفون هو الكونغري فرنكوفون وهذا كتير لحنا الفرنسيوية نحاول أنه ندافع عن الفرنكوفوني بحق للطب لحيكون فيه ندوات عن الجراحة عن الطب بكل الاختصاصات القلب البنمولوجي العصاب يلي هو اختصاصي فيه بيولوجي فيزيوترابي فرماسي يعني كتير لحيكون غني بالندوات وبالمشاركة الفرنسية واللبنانية مين مدعو مين رح يحضر هالحدث؟ كل الأطباء مدعوين فقط متخصصين بين أطباء ومريضات لأن شفت حتى طب بصنان لدينا فيزيوترابي فرماسي يعني ما بس أطباء لحيكون كل شي بيهموا الحقل الطبي الحقل الأكاديمي الحقل الأبحاث شوفي شي جديد بالأبحاث وبالطب فيهم يشاركوا بالمؤتمر طلاب الطب طبعا وكمان فينا نفتح الدعوة اللي بيحبوا يتعرفوا على الجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية هالجمعية كيف تساهم بتوطيد العلاقة بين الجامعات اللبنانية والجامعات الفرنسية؟ هذا السؤال كتير بيهمنا لحنا أن يكون في علاقات واتفائيات بين جامعاتنا بفرنسا بباريس والجامعات اللبنانية وصراحة الجامعية راعت كذا اتفائية وتوأمة بين مستشفيات فرنسية ومستشفيات لبنانية على طول لتبادل المعلومات والاختصاصيين اللبنانيين اللي بيحبوا مثلا يطلعوا على فرنسا يعملوا سنة أو سنتان يزيدوا تقصصهم بالجامعات الفرنسية من شانك مضينا كذا اتفائية مبادلة حتى على صعيد الأطباء الاختصاصيين على صعيد النيرس حتى وحتى المرضى إذا بحالات بحاجة أنه تيجي على فرنسا كمان رعينا هالاتفائيات نعم يصير في تنسيق نعم والجامعية كمان بتعطي بورس سنويا لعمل طبيب جونيور من أصل لبناني يعمل عمل مميز مشان نعطيه بورس خلو كمان بتدعمه الجيل الجديد من الأطباء اللبنانيين صحيح قدي إقامة هالا مؤتمر الدكتور حسيني كل سنة بيساعد لنا بتوطيد العلاقات بين الجامعات إنما كمان قدي بتكتشفوا من خلال هالمؤتمر أنه البروتوكول الطبي بفرنسا بيتماشى مع البروتوكول الطبي عنا بغنانيين كثير بيتماشى لأنه مثل ما قلتلك في كثير من الأطباء تخصصوا بفرنسا ورجعوا لهون يعني كل زملائنا بيعرفوا السيستام الفرنسي كليا مية بالمية منشان هكا العلاقة كانت كتير سهلة إنه يكون فيه تبادل المعلومات بين البلدان يعني بالماضي كانوا اللبنانيين وكمان من الدول العربية عم بسفروا للخارج وبالأخص فرنسا حتى يخضعوا لعمليات جراحية ضخمة اليوم العكس تقريبا عم بسفر صح فينا نعمل كل العمليات الممكنة بلبنان وهذا مثل ما قلتلك ما بس بيستورد لبنان هالمعلومات بس فيه صدر كمان كتير بالشغلات بالأبحاث الطبية نعم المشاهدين مدعوين اللي حابب يحضر يتفضلوا أهلا وسهلا شكرا لك دكتور حسيني منذكر بالموعد بكرة نهار الجمعة خمسة تموز بأوتال هيلتون ماتروبوليتن ببيروت الدعوة مفتوحة لك اللي حابب يحضر منهنيكن مرة جديدة على إقامة هالحدث وعبال كل سنة شكرا لو وجدتك معنا وقفة جديدة مشاهدين وحلقتنا بتكمل